الشتاء بدأ والبرد بدأ وبدأت مع المشاكل بتاعته زي برودة وتنمل الأطراف والمشاكل بتاعة التهاب الأعصاب الترافية الخمول والتعب والإرهاق اكتئاب الشتاء جفاف الجلد كثرة الأمراض والتعرض لها عشان كده حضرتك محتاج خلال فصل الشتاء لخمس عناصر غذائية مهمة جدا وخمس فيتامينات مهمة جدا خلينا كلمك علي النهاردة في كابسولة صحة يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتك في حلقة جديدة من حلقات كابسولة صحة لما أتكلم حضرتك على كسرة الأمراض وأن أنت بتطلع من دور زكام أنت أو أسرتك تدخل في دور زكام تاني يبقى لازم أكلم حضرتك في حاجة تزود معاك المناعة وطبعا الأشهر هو فيتاميين سي ويمكن من حكمة ربنا أن كل الحاجات اللي بيكون موجود فيها فيتاميين سي هتلاقيها الموسم الطبيعي بتاعها بفصل الشتاء زي البرتقان زي اليوسفي أو السفاندي زي الجوافة زي الفراولة زي التوت كل الحاجات دي متجمعة هتلاقيها سبحان الله بتبقى موجودة الموسم الطبيعي بتاعها في فصل الشتاء طب حضرتك مش عارف تاخد الحاجات دي لأي سبب إن كان يبقى تلجأ أن انت ممكن تستخدم اللي هو فيتاميين سي ولكن ما تاخدش الجرعات اللي هي 1000 ميلي جرام بشكل يومي عشان أنا بشوف ناس بتاخد 1000 ميلي جرام كل يوم طول فصل الشتاء ده شيء خطأ تماما لأنه ممكن يأزي الكلية عنها ويخليك عرضة إن يحصل معاك لقدر الله حصوات على الكلية تأثر على مفعول بعض الأدوية إن هو يطردها من الجسم ما يخلاش تقعد فترة طويلة فبالتالي النتيجة والمفعول بتاعها بيكون ضعيفة حضرتك الشخص البالغ اللي هو من 19 ل64 سنة بيحتاج تقريبا 40 ميلي جرام من فيتامين سي بشكل يوم طب إنت ليه في الشتاء بتحس بخمول وإرهاق وتعب الخمول والإرهاق والتعب ده بيجي بسبب نقص تعرضك للشمس ونقص تعرضك للشمس معناه نقص فيتامين ده لعندك في الجسم فمعنى كده إن حضرتك محتاج حاجة من اتنين لو في إيدك إن انت تتعرض للشمس كل يوم اتعرض لو مش في إيدك يبقى لازم تاخد فيتامين دال كل يوم أثناء فصل الشتاء ومش إنت لوحدك إنت وأولادك عشان ما تطلعش من فصل الشتاء عندك نقص فيتامين دال طبعا جراعات فيتامين دال بتتراوح من إلي دي بتتحدد على حسب النسبة بتاعة التحليل عندك ولكن الاحتياج اليوم بتاع الشخص العادي تقريبا 1000 وحدة دولية كل يوم بعض الناس ممكن يزيد يبقى 2000 الأطفال بيختلف شوية بيبدأ من 400 و800 ده برضو على حسب النسبة عندك أصلا قبل ما تدخل الشتاء كانت حاملة إزاي؟ وبالك كمان إن الفيتامين دال ده بيدخل في تكوين الجهاز العصبي فده برضو لي دور مهم ورئيسي لو انت عندك تنمل أو برودة في الأطراف مهم جدا انت هوافظ عليها ومتنساش بقى وانت بتاخد فيتامين دال بتاخد معاه الأوميجاسري أو أي مصدر يديك أوميجاسري زي سمك السلمون والسردين والتونة وبزور الكتاني لو انت مش عارف تاخد المصادر دي خد أوميجاسري عن طريق الحبوب أو المكملات وشرحت لك في فيديو شامل قبل كده إزاي تختار أفضل نوع من الأوميجاسري ارجع للفيديو واسمعوه لو ما سمعتوه هو هتنسى في الشتاء إن انت تاخد فيتامين با مركب اللي هو بي واحد و بي ستة و بي اتناشر خصوصا لو انت من الناس اللي عرضة إن يحصل عندها مشكلة في الأعصاب يعني مثلا مريض سكر عندك مشكلة في ديسك أو التهاب في الأعصاب بصفة عامة بسبب لقدر الله أي مرض مثلا مناعي لازم تزود أو تاخد من فيتامين با مركب في فترة الشتاء وإن كنت أفضل مع بعض المرضى وبالذات الناس اللي عندها التهاب قوي جدا في الأعصاب الترفية خد حؤن طول فترة الشتاء ما تحاولش تاخده حبوب لأن الحؤن إحنا ضمنين إن هي تجيب نتيجة أفضل من الحبوب بكتير اللي بتتأثر بكذا حاجة عشان يتم منتصاصها شرحت لك برضو في الفيديو سابق إزاي تختار أفضل نوع من فيتامين با وبالذات فيتامين با 12 شرحت لك الفرق بين السيانوكوبولامين والميثايل الكوبولامين أفضل نوع فيهم مين محتاج ده ومين مش محتاج ده كل الكلام ده هتلاقيه في الفيديو إرجاع اسمعه تاني بالنسبة بقى الجفاف الجلد والمشاكل بتاعة التشاؤق اللي بتحصل فيه اللي أنا أقول لك على عنصر واحد ممكن يحسن معاك المناعة وكمان بيساعد على إن هو يقوي طبقات الجلد وهو عنصر الزنك طول من تتاخد زنك فالجلد عندك سليم والقوة والمتانة بتاعته موجودة بحيث إن هي تحميك من إن يحصل تشاؤق نتيجة البر مش بس كده ده الزنك من الحاجات المهمة والقوية جدا اللي بتمنع مثلا دخول الفيروسات للخلايا بتاعة الجسم فده مهم ومفيد جدا للمناعة بس يا سيدي دول كان أهم خمس فيتامينات إنت محتاجهم خلال فترة الشتاء ومش معنى كلامي إن الباقي مش مهم ولكن ده هو الأهم أتمنى كون الحلقة عجبك وكما أتمنى إن انتم شاركوها مع أحد تاني يستفيد بيها اشتركوا في القناة فعالوا زر الكرز كمان ادعمونا باشتراك الدعامين للقناة ولو عندوك أي استفسار أو أي موضوع حابين إن إحنا نتكلم فيه بستنيكوا تحت في التعليقات شكرا أن نشوفك إن شاء الله الحلقة اللي جاء على خير سلام عليكم